فيلم النهاردة من اجمل الافلام اللي شفتها واللي حرفيا كنتم مستمتع بالفيلم الاخر لحظة ويكفي ان الفيلم ده فيه اتنين من عمالقة السينما الهندية فما تستعجلش كده على الحكم في الفيلم من اوله وما تنساش تحط لايك وتدعمني لان ده هو اللي بيديني طاقة للشغل وعلشان ما طولش عليكم يلا نسلع نابه ونبدأ الفيلم بيبدأ الفيلم بسنيل زابط الكوات البحرية هو في طريقه ل القائد بتاعه ولما بيروح له القائد مهرة بيعرفه ان في عصابة ارهابية خطفت بنت الوزير وشرطين ان هما مش هيسبوها غير لو طلعنا الزعين بتاعهم من السجن ولان الكوات البحرية بتصك فيك خلناك الزبط المسؤول عن العملية دي وعلى طول سنيل بيجاهز نفسه علشان يروح يرجع بنت الوزير وبيتحرك بالزودياك علشان يروح للمكان اللي في العصابة دي ولما بيقرب منهم بيعرف ان اليخت عليه حراس كتير وما كانش قدامه غير ان هو يركب الغواصة علشان يقدر يوصل لقرب نقطة من اليخت وبيقدر فعلا ان هو يدخل اليخت ده ويهجم على الارهابيين واحد واحد من جار ما حد يحس بحاجة ولما بيقدر ان هو يقتل عدد كبير منهم بيتحرك دعم الكوات البحرية ليه وبيقدر ان هما يدخلوا اليخت ويقتلهم كلهم وينقصوا بنت الوزير من جار اي خساير ولان الفضل كله في العملية دي كان راجع لسونيل بيعملوله حفلة تكريم وبيكرموا فيها وبياخد اجازة شهر كامل من الشغل ومن هنا بتبدأ قصة الفيلم لان الفيلم كله هيكون في شهر الاجازة ده وبعدها سونيل بيبعت رسالة لكيران حبيبته بيعرفها فيها قد ايه هو بيحبها وانه سعيد جدا ان هو خد اجازة كبيرة علشان يعودوا فيها مع بعض وفجأة بتحصل عاصفة وامطار شديدة وكرم بتروح تشوف مكان تستخب فيه ووقت ما كانت بتنشف هدومها من المياه اللي فيها كان في حد واقف بيتفرج عليها وكرم بتخافه على طول بتمشي من المكان وتاني يوم لما بتروح لجامعة بتاعتها بتلاقي حد كاتب لها بخط كبير ان هو بيحبها بس لحد الوقت ده كانت مفكرة ان سونيل هو اللي بيعمل كده وبعدها كيرام بترجع بتها اللي كانت عايشة فيه مع في جي اخوها وامراته وكانت متضايقة جدا لما ملقتش سونيل مستنيها لما رجعت من السفر وكانت المفاجأة لها لما بتطلع قدوتها وبتلاقيه مستخبف الدولاب وجايب لها وردة ومن هنا بتبدأ الاجازة السعيدة اللي هما يقضوها مع بعض او بمعنى اصح الاجازة اللي هما كانوا فاكريني انها هتكون سعيدة وبعدها سونيل بياخدها على شاقته بجديدة اللي هو اشتراها علشان يتجوزوا فيها وكيرام بتفرح جدا ان معاد جوازهم قرب ومن كتر حبهم في بعض كانت كل الناس بتحسدهم على قصة الحب دي وبعد ما بيقضوا اليوم مع بعض وبيرجع على بيتها كيرام بتلاقي واحد واقف في الظلمة وضرب نور الكشاف في وشها ولما فضلت تسأله انت مين الشخص ده مردش عليها وكل اللي قاله لها انا بحبك وطبعا كيران خافت منه وفضلت تزعق وتخبط على الباب علشان اخوها يفتح لها ورغم كده الشخص ده كان واقف زي ما هو وما كانش خايف بس لما بيلاقي ان النور فتح بيعرف ان هو بقى كده في خطر وبيمشي ولما في جي بيطلع مش بيلاقي حاجة وقبل ما تنام بتسمع واحد واقف حوالين البيت وبيعزف لها وبعد كده بيجي لها اتصال من نفس الشخص ده وبرضه ما بيرضاش يقولها هو مين وكل اللي بيقوله ان هو بيحبه وتاني يوم في جي بيقولها ان في صور جات لك هنا بس منعرفش من مين وكانت المفاجأة لها لما بيتلاقي نفسها متصورة في اماكن كتير ما ينفعش حتى ان في حد يوصل لها ويصورها فيها وبعدها بيظهر الشخص اللي هو بيطردها ده ومن الواضح كده ان هو ما كانش انسان طبيعي لانه بنشوفه هو واقف على صور مكان عالي جدا وكان بيتكلم مع كيران كانها وقفة قدامه وما كانش حاسس بالخطر اللي هو فيه وبعدها بيرجع بيته وبيفضل يكلم امه في التليفون وبيعرفها ان هو قدر يقول كيران ان هو بيحبها وانه قريب جدا هيخليها تشوفه ويعترف لها بحبه وبيطلع ان الشخص ده اسمه راهول وكان ابوه هو مهرة قائد البحرية ولما بيسأل راهول انت بتكلم مين راهول بيعرف ان هو بيكلم امه ومهرة بيتصدم لانه ما كانش مسدق اللي هو بيسمعه وعلى طول بيروح لدكتور نفسانه وبيحكيله عالي حصل وبيعرف ان ابنه بيتصل بامه وهي اصلا ميتة ولما الدكتور بيسأله امه ماتت ازاي مهرة بيعرف ان هم كانوا في العربية وعملوا حدثة وان امراته على طول ماتت في الوقت ده ولما الدكتور سأل مهرة علاقتك عاملة ازاي بابنك مهرة عرفه ان راهول على طول قاعد مع نفسه وممكن يعد بالايام ما يتكلمش ولا كلمة والدكتور بيطمنه وبيقوله ان هو هيتابع حالته باستمرار وبعدها بنشوف راهول وهو قاعد مع نفسه على طول وما كانش بيعمل اي حاجة غير ان هو يفكر في كيران وعلى طول كان مرائبها وكان بيروح كل الاماكن اللي هي بتروحها بس في المرة دي دعف قدامها وكان هيلمسها غصب عنه بس الحصن حظه سنول بيجي في اخر لحظة وبياخدها وراهول بيحاول يستخبى منه علشان ما يشوفوش بس بيبدأ الغل والحقد يتحكمه فيه وبيتصل بكيران وهو غضبان وبيعرفها ان هي لو قابلت سنيل تاني هيقتله وانه مستعد يعمل اي حاجة علشان يتجوزها ومن طريقة كلامه معها كيران حست ان هو مختل عقليا وبتخاف منه وبتقفل السكة ولما راهول حاول يتصل بها تاني مرضتش ترد عليه ومن كتر ما هو كان عارف كل حاجة عنها كان في خطة الوفون تاني في البيت وحاول برضو ان هو يتصل بيه وفي الوقت ده الخوف تملك من كيران وما كانش قدامها غير ان هي تحكي لسنيل على كل حاجة وسنيل بيحاول يطمنها وافتكر ان هو شخص عادي بيعاكس وشوية ويرح لحاله وما كانش عارف ان الخطر قريب منه هو كمان لانه تاني يوم بيقابل سنيل كأنها صدفة ولما بيتكلم معاه بيعرف ان هو ابن مغرى القائد بتاعه وطبعا سنيل بيرحب به وبيبدأ هو كمان يتكلم معاه وبيعرف ان هو بيحبه واحدة جدا وقريب هيتجوزه وطبعا الكلام ده بيقوم بركانجه وراهول بس بيحاول ان هو يمسك نفسه علشان سنيل ما يحسش بحاجة وبيرجع تاني وهو متدايق وبيفضل يكلم امه ويشتكلها وبيبدأ الموضوع يجبر ويؤثر على عقله اكتر بعدها كيران وهي بتعوم في حمام السباحة النور بيفصل ومن كتر ما كانت خايفة قررت ان هي تطلع لكن فجأة بيتلاقي حد بيشدها وعايز ينزلها المياه تاني وكيران بتكون مرعوبة وبتحاول ان هي تطلع وبيفضل الموضوع ده يتكرر كذا مرة لحد ما بتقدر ان هي تطلع من حمام السباحة وبيطلع ان سنيل هو اللي كان بيعمل معها كده وبيهزر معها وطبعا كيران بتزعل لان عصابها كانت تعبنة في الوقت ده وسنيل بيتأسف لها وبيوعدها ان هو مش هيعمل كده تاني وبعدها بيتجمعوا كلهم حواليها علشان يحتفلوا بعيد ميلادها ولما النور بيقطع بيفتكروا ان هو قطع لوحده ولما بيدخلوا علشان يجيبوا الهدية راهول بيجي من وراها وبتفتكر ان هو سنيل ودي كانت فرصة الراهول ان هو يقرب منها لو مره في حياته وكانت الصدمة الكيران لما بتسمع صوته وبتعرف ان هو الشخص اللي بيضايقها وبتفضل تصرخ وتندع على سنيل لحد ما بيجي لها بس للأسف برضو لما بيجي بيكون راهول هرب وفجأة بيسمع صوت الكاسد فوقه هو شغال وسنيل بيطلع يجرب سرعة علشان يشوف ايه ولما بيطلع بيعرف ان هو دخل القضاء هنا وشغل الكاسد وكان ما استغرب من الجرء اللي في الشخص ده اللي تخليه يعمل كده وفي الجي بيعرفه ان الوضع كده خرج عن حده ولازم ان هم يبلغوا الشرطة وبعدها راهول بيتصل بها تاني بس المرة دي في الجيه هو اللي بيرد على التليفون وراهول بيعرفه يبلغ كيران ان هديد عيد ميلادها توصل لها قريب وبيقفل السكة برضو من غير ما يقول له هو مين وبعدها راهول بيدي درسه صغير لسنيل وبيخلى عربية تقفل على الطريق وهو معدي والعربية بتلف من سنيل وبتتخبط لكن سنيل بيكون كويس ومحصل لوش حاجة وراهول بيرجع بيته وبيفضل يعزف ويتخيل ان كيران عايشة معاه وبعدها سنيل بيطلب من كيران ان هي تعمل اللي يقولها عليه ولما راهول بيتصل بيكون سامع مع المكالمة وكيران بتطلب منه ان هي تشوفه وتتعرف عليه وطبعا راهول بيفضل يضحك لانه كان عارف ان هي عايزة توقعه وتخليه سنيل يمسكه بس برغم كده قال له ان هو هيقابلها بكرة والدلال معاده والمكان ولما بتوصل بتفضل مستنية فترة طويلة وبيقدر رهال ان هو يشوف سنيل وبيتأكد ان شكه كان في محله وبيرجع لبيته وهو غضبان ومتعصب جدا وبيتصل بيها وبيقول له انت خدعتيني وفي المرة دي بيكون سنيل بلغ الشرطة وبتكون موجودة وكانوا عايزين هتكلمه اكبر فترة ممكنة علشان يقدر يعرفه وبيتكلم منين ورهول بيقول له انا عارف انك مش لوحدك وان في زبط شرطة واقف جنبك مستنى يعرف مكاني فين علشان يقبض علي وبيعرفها ان هو اسكى منهم كلهم وبيقفل السكة وفي الوقت ده بيكونوا عارفوا مصدر المكلمة ورقم التليفون اللي هو اتكلم منه وكانت الصدمة اليوم كلهم لما بيطلع ان رقم التليفون اللي اتكلم منه هو رقم تليفون قدوتها وبيعرفوا انه كان موجود في البيت هنا وكان بيتكلم من التليفون اللي فوق وتاني يوم بيكون عندهم عيد وفي جه بيكون مصمم ان هو يحتفل بعادي وما يعملش اي حساب للشخص اللي بيطارد كيران ده وبعد ما بيحتفله وبيخلص الاحتفال على خير بيكونوا الناس اللي عزفه عايزين البقشيش بتاعهم ولما كيران بيتروحها لشان تديهم الفلوس بيكون راهول واقف معهم والمرة دي بيمسك ايدها وبتشوف وشه وبيهنيها بالعيد وبيسيبها وبيمشي ولما سونيل بيسمع وهي بتصرخ بيطلع يجري وراه وبتكون اللي احتفالات شغالة في البلد وراهول بيدخل في وسطهم وبيقدر سونيل ان هو يحدفه بإزازة ويعوره لكن راهول بيقوم تاني وبيقدر ان هو يهرب وبيرجع لبيت وهو متضايق بعد مسونيل عوره وما كانش شايف اي حاجة غير اللي انتأم منه وتاني يوم بيبعت لها هدية وكرام بتفتكر ان هي من سونيل وبتتصدم لما بتفتح العلبة لانها لقت منديل مليان دم وبيكون راهول كاتبلار سلب دمه على المنديل ده وبيقول لها ما تخفيش الدم ده دمي انا مش دم سونيل لكن اوعدك ان المرة الجاية المنديل هيكون عليه دم سونيل نفسه وده يكون في حالة لو انتوا تجوزته وكرام بتكون خايفة على سونيل وبتطلب منه ان هم يأجلوا الفرح شوية لكن طبعا سونيل بيرفض وبيعرف ان مفيش حد هيقدر يأذيها طول ما هو موجود معاها وبعد ما بيطبع كروت الفرح بياخد كيرانه بيروح للقائد بتاعه وبيعرفه على معاد الفرح وبيعزمه هو وراهول ابنه ولما بيمشو رهول بييجي وما كانش مصدق ان كيران كانت موجودة عنده في البيت ولما بو بيعرفه ان سونيل حدد معاد فرحه رهول كان بيتقطع من جواه وبيدخل قطه وبيحط صورة كيران قدامه وبيفضل يتكلم معاه وبيعرفها ان الجوازة دي مش هتتم وانها كده هتجبره ان هو يعمل حاجات هو مش عايز يعملها وبيدخل في حالة عصبية جديدة وبيقولها ان في حربها هتقوم لو اتجوزت غيري وبيفضل يبكي كأنه طفل صغير ويترجعها ان هي تتجوزه لان عمرها ما هتلاقي حد يحبها زيه وبيعرفها ان هي لو اتجوزت غيره هيكون عقاب شديد جدا ليه ما يقدرش ان هو يستحمله وانه لو لو وجودها معاه في الحياة كان زمان موت نفسه من زمان وبعدها عقله المريض صور له ان هو لو قتل سونيل كيران هتحبه وتتجوزه وتاني يوم سونيل بياخد كيران علشان يشتري لها الشبكة بتاعتها ولما بيخلصوا وبيطلعوا بيكون رهول واقف مستنهم برا ولما بيطلع سلاحه علشان يقتل سونيل الرصاصة ما بتصبوش وبتعد من جنبه وسونيل بيشوفه هو بيجري وبيطلع جري وراه وبيطلع هما اللي اتنين يجروا باقصى سرعة لان رهول كان عارف ان لو سونيل مسكه هيقتله وسونيل كان عايز يمسكه باي شكل علشان ينتقم منه وفضل يجري وراه هو كله غل وانتقام لحد ما مسكه لكن لحسن حظ رهول بتجع عربية وبتخبطه قبل ما يشوف وشه وبتكون الخبطة جديدة على سونيل وبينقلوا المستشفى وراهول بيرجع البيت وهو متضايق وغضبا جدا لان خطته فشلت وما قدرش انه يقتل سونيل وبعدها الدكتور بيطلع وبيقول له من حالة سونيل خطيرة وان اللي 24 ساعة جايين هيكونوا خطر جدا على حياته ووقتها كرام بتحس ان هي السببف اللي حصل له وان وجودها معاه ممكن في اي وقت يقضي على حياته ومن كتر الحبه وخفه عليه قررت ان هي تهرب وتبعد عنه وبعد ما بتعدل ل 24 ساعة سونيل بيفوقه بيتكتاب لعمر جديد وبيكون مهرى رايح يتطمن عليه واخد رهول معاه ولما زبط الشرطة بيحقق مع سونيل في اللي حصل رهول بيتطمن ان سونيل ما شافوش وقت الحدثة واول لما سونيل بيعرف ان كرانها تسيبه وتمشي بيلحقه عند محطة القطر ولما بيعرف منها هي بتعمل لي كده بيعزرها على تفكرها لانه كن عارف ان هي بتحبه وبيعرفها ان هي ما ينفعش ديستسلم في اي مشكلات قابلها في حياتها وبيفكرها ان هو زابط قوات خاصة وبيقولها لو انت خايفة على حياتي فانا اصلا حياتي متعرضة للخطر فاي مهمة بطلعها وبيقدر ان هو يقنعها انهم ما يتجوزوا في اسرع وقت وعلى طول بياخدها وبيروح المعبد وبيعملوا مرسم الجواز ولما رهول بيعرف بيتجنن اكتر وكان كل يوم حالته بتسوق اكتر من اليوم اللي قبله وبيطلع السكينة وبيحفر اسمها على صدره وبيوعدها انها مش هتشوف اي حاجة في الايام الجاية غير الدم بعدها سونيل بياخد كيران علشان يروحوا شقتهم وبيكون زابط الشرطة موجود وبيعرفوا ان في اتنين عساكر هيكونوا موجودين هنا علشان يحرصوك وسونيل بيطلب منهم انهم يزبقوا لفوق ويستنوا قدام الشقة وكان عايز يشيل كيران زي اي عريس ما بيشيل مراته للي اتخلته وفي الوقت ده رهول بيكون موجود وشايفهم ولما بيشوف العساكر وهم راجبين الاسانسير بيدخل غرفة التحكم وبيقطع الواير اللي مسك الاسانسير ده وبينزل الاسانسير من مكان عالي جدا والعساكر جواه ولما سونيل بيسمعهم بيسيب كيران وبينزل علشان يشوف ايه بس علما بيوصل بتكون العساكر ماتت وفجأة بيسمع صوت كيران وهي بتصوت ولما بيطلع علشان يطمن عليها بيتصدم لما بيشوف منظر الشقة وهي متضمرة وبيكون رهول كاتب على كل الجدران اللي في الشقة ان هو بيحب كيران ومحدش هيلمسها غيره وكانت الصدمة الاكبر ليه لما بيشوف كيران وهي ماشية بتكلم نفسها وكان لازم يشوف حله بسرعة في الموضوع ده لانه حس لو هو سبها اكتر من كده ممكن تتجنم بسبب اللي بيحصل لها وعلشان يفضل الموضوع ده بيروح لمهرة القائد بتاعه وبيعرف ان هو هيستكلم من شغله لانه ما يقدرش يسيب كيران لوحدها ولان مهرة كان بيحبه وعرف ان هو احسن زابط عنده رفض الاستقالة دي وقال له انت من دلوقتي اجازة لحد ما تحل المشكلة دي وما كانش قدام سونيل غير ان هو ياخد كيران ويروح اي مكان بعيد محدش يعرفه ورهول بيقدر يعرف ان هم مسافره وعلى طول بيروح المطار علشان يعرف هم مسافره فين ورهول بيمثل ان في واحد من الركاب حصلت عنده حالة وفاة ولازم ان انا عرف مكانه علشان يرجع ويحضر مراسم الدفن وللأسف الموظفة بتصدقه وبتديله كل البيانات ورهول بيفرح لما بيعرف هم مسافره فين وبعدها بنشوف سونيل بعد ما وصل هو كيران وبيفاجئها ان مش دي البلد اللي هم مجيينها وانهم دلوقتي مسافرين سوسرا وبيعرفها انه عمل كده علشان المجرم اللي بيرائبهم ما يعرفش هم راحين فين وفعلا ده اللي بيحصل لان رهول سفرهم وفودل يسأل عنهم في كل الفنادق اللي موجودة ولما حس ان ما فيش امل راح علشان يصهر ويشرب وبالصدفة بيقابل واحد اسمه فيكي كان زميل وصحبه من ايام الدراسة بس فيكي ده كان نقل من بيته وما كانوش يعرفه حاجة عن بعض وبيفضل يفكروا بعض بكل الايام الحلوة اللي كانت بينهم وفيكي بيكون عارف ان رهول مجنون بحب كيران وبيزعل جدا لما بيعرف ان هو الحد دلوقتي ما اعترف لهاش بحبه وبيفكروا بالجوابات اللي كان بيكتبها لها وما كانش بيقدر ان هو يدها لها وبيقوله ان الجوابات دي انت ادي تاني كلها والحدي دلوقتي انا محتفظ بيها وبعدها بيطلب منه ان هو يحاول يستمتع بالحياة وما يعملش زيه وبيعرف ان هو تعبان وعنده مرض وحش وان اللي بقيله في حياته مش كتير بعدها كيران بتبدأ حالتها تتحسن وترجع انسانة طبيعية تاني ريح نفسه وبيروح لفيجي وبيحاول ان هو يتعرف عليه وبيعرف ان هو ابن مهرة قائد البحرية اللي سونيل زابت في الواحدة عنده ووحدة واحدة بيقرب منه اكتر وبيبقوا صحاب وبيعرف ان هو يحبب فيجي فيه لدرجة ان هو كان بيروح يصهر عندهم في البيت وطبعا كان بيعمل كل ده علشان يعرف كيران سفرت فين ولما حب يعرف من فيجي بطراء غير مباشرة بقدرش ان هو يعرف منه اي حاجة ولما بيرجع البيت بيعرف ان فيجي سحبه اتصل بي خمس مرات وكان عايزه ان هو يسفر له ضروري في اسرع وقت ولما راهول بيروح له بيشوفه هو نايم تعبان وبيتقلم من المرض وراهول بيعرف ان هو هيتصل بالاسعاف علشان تيجي تاخده لكن فيجي بيرفض لانه كان عارف ان ما فيش فايدة وبيشور له على الصندوق اللي فيه كل الجوابات بتاعت كيران ولما راهول بيفتحه بيشوف كل الجوابات اللي هو كان كاتبها لكيران وما قدرش يدهلها وفجأة بيشوف فيكي وهو وصل للمرحلة الاخيرة في المرض ومن كتر ما هو ما كانش قادر يستحمل الالم بيطلب من راهول ان هو يموته وطبعا الراهول كان رافض لان فيكي اعز صديق لي لكن بعد شوية بيجي له فكرة مجنونة وبيفضل يخنق في صحبه وهو بيقول له ان قتلك ده هيكون مصلحة لي انا وبعدها بتجي الشرطة علشان تحقق في اللي حصل وبتنجح خطة الراهول ان هو يثبت ان هو ده الشخص اللي كان بيطارت كيران وانه انتحر لانه عارف ان هي تجوزت غيره وبيكون رامي كل الجوابات اللي هو كان كاتبها الكيران على الارض بعد ما خلت توقيع اللي فيها باسم فيكي وطبعا كده بيتأكده ان فعلا ده الشخص اللي كان بيطارت كيران وفي الوقت ده راهول بيكون قاعد مع في جي علشان يعرف اللي حصل وبيجي مفتش الشرطة وبيعرف في جي بكل اللي حصل وراهول بيفرح وبيتطمن ان خطته نجحت واللي بيفرحه اكتر لما بيسمح في جي وهو بيقول الزابط على عنوان كيران وسونيل في سوسرا وبعدها في جي بيتصل بكيران وبيعرفها ان مشكلتها كلها تحلت لان الشخص اللي بيديك مات وطبعا كيران بيكون فرحانة جدا وبتروح له سونيل وبتحكله على اللي حصل لكن برضو سونيل كان قلقان وحس انها ممكن تكون خدعة من الشخص اللي بيطاردهم وبعدها سونيل بياخدها وبيجيب لها هدية بمنسبة الخبر الحلو ده وبيشتري ساعتين فيهم جايز ارساله وتتبعه يقدروا بيهم انهم يعرفوا في المكان بعض في اي وقت وبعدها بياخدها علشان يروحوا يرقصه ويصهره وفي الوقت ده راهول بيكون راح سوسرا وقدر انه يعرف مكانهم ولما شافهم هم برقصه مع بعض مقدرش يمسك نفسه وراح علشان يقتل سونيل ولما سونيل بيحس بالخطر بيدربه وراهول بيفوق وقال انه كنت بهزر معاك وسونيل استغرب انه هو موجود في سوسرا وقال له ايه اللي جابك هنا وراهول بيعرفه انه هو كان جاي خلى الشغل هنا وانه شافه بالصدفة وبعدها سونيل بياخده علشان يعرفه على كيران واول لما بيروح لها كيران بتعرفه لانه كان زميلها في الجامعة طول فترة دراستها وبتطلع انه ما خديتش بلع منهم لما شافته في الاحتفال عندهم لانه كان داين وشه بالالوان وما كانش بين لها وسونيل كان مستغرب من الصدفة اللي جمعتهم هم التلاتة وكان لحد الوقت ده ما يعرفش انه راهول هو اللي مدمر حياتهم وبيفضل راهول قريب منهم في كل مكان بيروحوه وكان بيتقطع من جواه ومستنى اللحظة المناسبة اللي هيقتل فيها سونيل وبعد ما بيخلصوا صهرتهم بيكون في مجمعة شباب سكرانين قاعدين وبيعاكسوا كيران وواحد منهم بيقول علاه عاهرة وطبعا هما الاتنين ما بقدرواش يستحملوا علاه الكلمة دي وبيروحوا لهم وبيفضلوا يضربوا فيهم ورهول بيدخل في حالة عصبية وما بقدرش يتحكم في نفسه وبيفضل يضربوا واحد فيهم بكل انتقام لحد ما كان هيقتله وسونيل بيحاول انه هو يهديه قبل ما يموت الشخص ده وبيفضل مستغرب من اللي حصل لحد ما بيقعد معاه تاني يوم ولما سأله إيه اللي خلاك تعمل في كده رهول حاول انه هو ما يبينش انه هو عمل كده علشان بيحب كيران وعرفوا ان دي حالة عصبية بتجيله لما بتخانق مع حد بعدها سونيل بيقوم علشان يجيب حاجة يشربوها وفجأة التليفون بيرن وبيكون في جي هو اللي بيكلمه وفي وسط الكلام سونيل بيعرفوا ان رهول ابن القائب بتاعه قابلهم صدفة في سويسرا وقاعد معهم وفي جي بيستغرب وقال له دا جالي كمان بعد ما انت سفرت وعمل معايا صحبية جمدة وعرف يوم ما كان مفتش الشرطة عندي ان انتوا موجودين في سويسرا ومن هنا بيبدأ الشك ييجل سونيل ان رهول هو الشخص اللي بيطردهم وبيبدل المشروب اللي معاه وبياخد خمرة وبيروح له علشان يذكره وكيران بتستأذب منهم انها هتروح تنام وبيبدأ سونيل يشرب رهول وكان عايزه يذكر بقي طريقة علشان يوقعه في الكلام وبيفتكر وقتها كلام كيران اول لما شفته وهي بتعرف سونيل ان رهول كان زميلها في الجامعة وان الجامعة كلها كانت عارفة ان هو بيحب وحده وكان خايف ان هو يعترف لها بحبه ولما سونيل سأله على اسم البنت اللي كانت معاه في الجامعة وبيحبها وحاول ان هو يغير الموضوع ولما طلب منه ان هو يمشي سونيل قال له انت مش هتقدر ترجع للفندق اللي انت قاعد فيه وانت سكران كده وطلب منه ان هو يبات عنده في الليلة دي وطبعا رهول بيوافق لانه شاف ان هي فرصة منسبة ان هو يقتله فيها بس لما سونيل بيوده القوضة رهول بينام على طول من كتر التعب وبيقعد سونيل مع نفسه وبيقلف في كل اللي حصل وبيفتكر وقت ما قابله في المركب اول مرة ولما ضربوا بالازازة وهو بيجري من ظهره ولما كان قريب منه جدا ومسكوا قبل ما يعمل الحادثة لحد ما وصل لهم سوسرا وقال لهم ان هي صدفة ده غير كمان اليوم اللي كان هيقتل في واحد علشان خطر كيران وبيتحول الشكل لجواه ليكن ثابت ان رهول هو الشخص اللي بيترده وعايز يقتله ومدمر حياتهم وبيطلع لكيران وبيطلب منه انها تمشي وتروح تستنى في المركب وبعدها رهول بيصحى وبيروح علشان يدور عليهم ولما بيلاقي ان البيت فاضي الحالة بتجيله وبيطلع يجرى علشان يدور عليهم وفي الوقت ده سونيل بيكون مستنيه وبيعرف ان هو عارف كل حاجة وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام على كل اللي عمله فيه وبيعرف ان حياته كلها تدمرت بسببه وان كيران كان ممكن تتجنن بسبب اللي انت عملته فيها وراهول بيترجى ان هو ما يقتلهش وبيعرف ان هو عمل كل ده غصب عنه وسونيل بيفتكر ان هو ابن القائد بتاعه وكان بدأ يفكر ان هو يسمحه وبتطلع ان كل دي تمثيلية راهول عملها عليه وبيغضر بيه وبيطلع السكينة وبيفضل يضربه بيها وبيعود قدامه وبيتأسف له ان هو قتله وبيعرفه ان ده هيكون مصير اي حد يقرب من كيران وبعدها بيروح للمركب اللي كيران قعد فيها وبيدورها وبيمشي وكيران بتتصدم لما بتشوفه هو بالمنظر ده ولما سألته ايه اللي جابك هنا وايه الدم اللي عليك ده راهول بيقول لها انت دلوقتي بقيت ملكي لان الشخص اللي انت تجاوزتيه انا قتلته وكيران مبتقدرش تستحمل اللي هي سمعته وبيغم عليها وبعدها بيحاول ان هو يفوقها وبيكون جايب لها لبس وبيطلب منها انها تروح تغير لان ليلة دخلتهم النهاردة وكيران بتكون مرعوبة ومش عارفة تعمل ايه وراهول بيروح يكلم امه وبيعرفها ان حلم حياته تحقق وان النهاردة اسعد يوم في حياته لان هو يتجاوز كيران وبيقعد على الارض وبيفضل يغني وبيطلع الحاجة اللي هو جايبها علشان يحتفل بجوازه وبتقدر كيران ان هي تطلع تاخد المفتاح وبتنزل وبتقفل عليها باب الكابينة وراهول بيفضل يخبط على الباب علشان تفتحله وبيفضل يكلم نفسه ويقول اكيد قفلت الباب علشان مكسوفة مني ولما كيران حاولت ان هي تتصل بالتليفون لقيت ان الخط مفصول وراهول بيفضل يضحك وبيعرف ان هو مستنيها لحد ما تطلع وبيفضل قاعد يغني لها وبيطلب منها انها تطلع له بسرعة لحد ما الليل بييجي وبيحصل عصفة جديدة وامطار وفجأة الساعة اللي في ايديها بتعمل انذار وكيران بتعرف ان سونيل لسه عايش وبترد عليه على طول وبكده سونيل بيكون عارف مكانها ولما رهول بيسمع الانذار ده الحلب الجيلو تاني وبيدخل في حالة عصبية جديدة جدا لحد ما بيكسر الباب عليها وبياخدها وبيطلع بيها برة وبيطلب منها انهم يتجوزوا دلوقتي وما كانش قدام كيران قرر ان هي هتوافقوا على اللي هو بيقوله علشان تكسب وقت وبتطلب منه انهم يرجعوا لهنده افضل ويتجوزوا هناك لكن رهول بيرفض وبيقولها ان هو يتجوزها هنا ودلوقتي وان الامطار دي هتكون شاهدة على حبنا وفجأة بيسمع صوت وبيلاقي سونيل واقف قدامه وكانت مفاجأة رهول لما بيعرف ان هو معمتش وبيجي وقت الانتقام وسونيل بيروح له وبيفضل يضرف فيه بكل انتقام وغل وما كانش مصدق ان في حد ممكن يكون جواه كل الشر زي اللي جواه رهول ده وبيفضل مكمل ضرب فيه هو مش حاسس بنفسه ولما بيسمع كيران وهي بتقوله اقتله كان مستغرب ازاي هي بتكرهه وبتتمنى موته وهو عايش علشانها وبعدها سونيل بيشيله وبيرمي بعيد وبيجي وقت العقاب وقبل ما بيقتله بيفضل يفتكر كل اللي هو عمله فيه ولما تأكد ان هو مزظلمه طلع سلاحه فضل يضرف فيه بالنار وقبل ما بيموت اخر حاجة بيقولها I love you كيران وبيخلص الفيلم على كده بصراحة شروخان ابدع في الفيلم ده وما اعتقدش ان كان فيه اي حد يقدر ان هو يعمل الدور اللي شروخان عمله وسواء حسيت معايا بجو الفيلم ده او لا نصحة مني لازم تتفرج على الفيلم ده لان مهما عملت في التلخيص مش هقدر ان انا اطلع الاحساس الرهيب اللي موجود في الفيلم ده وياريت بقى تقدر تعبي وتحط لايك وتشترك في القناة لو كنت لسه مشتركتش فيها وتحياتي لكل اخ واختي امتابعيني يلا سلام